محمد خير المرسلين إذن زي ما حكينا اليوم صباحا المقياس أو المجر التاني من المجر of variability or variation زي ما سمينا كان بعنوان الvariance أو التباين الآن الvariance اتفقنا إنه ممكن نحسبه له مجموعة مشاهدات بتشكله عيني ومجموعة مشاهدات كمان بتشكله مجتمع لازم نميز هل الvariance بنحسبه له مجتمع أو لعيني ليه؟ لأنه إذا حسبنا لعيني فإحنا عمالنا بنقيس صفة ببيانات العيني يعني إحنا بنشتغل مع statistic بالمقابل إذا حسبنا لبراءة لمجتمع فإحنا عمالنا بنحسب في parameter الvariance للسامبل رمزنا له s square وللpopulation رمزنا له sigma square تفقنا sigma square يعني مجموع مربع بعد المشاهدات عن وسطها الحسابي البعد هو الفرق الفرق ما بين x المشاهدة والوسط الحسابي mute عشان ناخد المعدل للأبعاد هاي إحنا جمعنا كل الأبعاد بسيجما وقسمنا على عددها على عددها يعني على n هلأ أخذنا التربيع ليه؟ ليه ربعنا الأبعاد؟ ليه ما حكيت مثلا summation x نائص ميو على n لأنه لو أنا بدي أخذ المجموع للأبعاد هيطلع المجموع للأبعاد صفر مش الوسط الحسابي بيكون في المركز بعد جميع المشاهدات أو مجموع أبعاد المشاهدات عن المركز دائما صفر فإذا أنا عشان أخلص من الصفر بدي أخلص من الإشارة السالبة وهو في بعد أقل من المين وفي بعد أكبر من المين فهونا لما نجمع حيصفروا مع بعض فإنا عشان أخلص من الصفر بربع الأبعاد Summation x نائص ميو هو the sum بالكلمات of deviations زي ما اعتفقنا sum of deviations always equal zero إحنا اللي بنستخدم فقانون الvariance sum of squared deviations وهذا بيكون دائما أكبر من صفر هذا بالنسبة للvariance للpopulation variance s square حكينا بنفس الطريقة بدنا ناخد مجموع مربع أبعاد المشاهدات عن وسطها الحسابة الوسط الحسابة للمشاهدات العينة هو x bar وبدنا نقسم مش إحنا بدنا نحصب بالمعدل للأبعاد أخذنا المجموع بدنا نقسم على العدد فحطينا n بعدها تذكرنا هذا لسامبل لقدام في المساق حنصير نعمم منعينة لمجتمع فعشان التعميم أو التقريب يكون دقيق نطرح على n-1 مش على n وكمان هنا summation x-x bar لحالها بدون تربيع بسميه sum of deviations وهذا دايما شو بساوي sum of deviations بغض النظر أنا بحسبه لمجتمع ولا لعينة دايما بساوي صفر في القانون أخذنا sum of squared deviations واتفقنا n لحالها هي sample size بينما n-1 اللي هو sample size minus 1 شو بدي حكي له degrees of freedom درجات الحرية شو يعني درجات الحرية لما نفوت في الإحصاء الاستنتاجي احنا عملا نستغل في الإحصاء الوصفي لما نفوت على الإحصاء الاستنتاجي بفهمكم من وين أجع مصطلح degrees of freedom هلأ نجع example four بحكي find the variances for paints احنا متذكرين في محاضرة اليوم الصبح اخذنا two types of paints لهم two brands brand a brand b اخذنا على brand a مجموعة مشاهدات وعلى brand b بنفس الطريقة ومجموعة مشاهدات اذا مش متذكرين شو فكرة الexamble هات كنا بدنا نفهم طبيعة البيانات كيف كيف شكل هالبيانات فحبينا نلخصها باستخدام ميو المين طلع متساوي لل two types of brands فحكينا بلزمنا مقياس تاني نفهم من خلاله البيانات بالإضافة إلى المين فهونا بدنا نحسب الvariance عشان نشوف هل بيساعد نفهم البيانات هاي ولا لا البراند a هحسب sigma square a ولبراند b هحسب sigma square p طيب السؤال اللي بتوقع منكم ليش بدك تحسب sigma square مش s square يعني ليه ما حكيت لنا بدنا نحسب s square a و s square p ليه حكيت بدنا نحسب sigma square a و sigma square b هون اذا رجعت على السؤال الاصلي شو كان حكي لكم يعني المختبر هاد طوّر فقط 6 6 لتر يعني ما صنع لي من هذا الدهان غير 6 لتر و احنا اللي حنستخدمه في الاكزامبل 6 قراءات يعني احنا حنستخدم كافة المجتمع بما اننا بدنا نحسب المجتمع فاذن المطلوب هون و بالرموز هو sigma square مرة هنحسبه لل population a ومر لل population b يعني بمعنى اخر brand b هي population b brand a هي population a بعد ما فهمنا هاي الاشياء نحسب sigma square a بتساوي summation xi او x minus mu على n n equals 6 population size هلا زي ما تشافين في القانون summation x نائز mu على 6 هتساوي اول مشاهدة ناقص وسطها زائد تاني مشاهدة طبعا هون انا ناس التربيع زائد تاني مشاهدة ناقص وسطها لكل تربيع لعند اخر مشاهدة اللي هي المشاهدة السادسة ناقص وسطها تربيع على 6 يعني العشرة بدنا نطرح منها الوسط ونربع الستين بدنا نطرح منها الوسط ونربع حتى آخر مشاهده ليلة عشرين بدنا نطرح منها الوسط ونربع فبالتالي سيجما سكوير A هتساوي عشرة ناقص ميو كنا حاسبينها سابقا في بداية المحاضرة الصبح بتساوي خمسة وثلاثين فإذا عشرة ناقص خمسة وثلاثين الكل تربيع زائد المشاهد الثاني كما عندنا ستين ناقص خمسة وثلاثين تربيع لعند آخر مشاهده اللي هي كانت عشرين ناقص خمسة وثلاثين تربيع أوكي المجموعة المربع هاض هنقسموه على ستة إذا عملنا الكالكوليشنز هاي حيطلع معنا سيجما سكوير A بساوي 291.7 والوحدة شو هتكون الوحدة الأصلية للداتا هي بس أنا هنا في قانوني عمالي بربع في الفروقات فالوحدة هتتربع فإذا سكوير يعني التربيع اللي للوحدة أجانة من القانون هل إلو معنى أكيد هنا ما في إلو معنى تربيع الوحدة هاي ما بقدر بفسره بأي طريقة طب كيف بفسر الرقم هاد 291.7 معدل مربع أبعاد المشاهدات عن وسطها الحسابي كمان مرة معدل مربع أبعاد المشاهدات عن وسطها الحسابي إذا الخط مش واضح أكيد مش واضح لأنه القلم اللي بستخدمه الأكيرسي إله سيئة فاسمعوا شو بحكي معدل مربع أبعاد المشاهدات عن وسطها الحسابي بساوي 291.7 شهر تربيع بالمقابل بدنا نحسب له الpopulation ب فسيجما سكوير ب بتساوي نفس القانون المشاهد الأولى 35 نائس وسطها أو الوسط الحسابي للمشاهدات تربيع زائد المشاهد التاني 45 نائس 35 كل تربيع لعند آخر مشاهد اللي هي 25 نائس 35 تربيع إذا بتحكولي من أين جبت الـ 35 ما إحنا حكينا المجتمع الأول براند A وبراند B كل وحدة إلهم الوسط بساوي 35 وبإمكانكم تردوا ترجعوا تعملوا الحسابات وتطلعوها في القانون لسيجما سكوير B حنقسم على N كابتال لتر اللي هي 6 اعملوا الكالكوليشنز هون حيطلع معكم سيجما سكوير B حيساوي 41.7 وكمان مرة الوحدة مربعة إذن طلع عندي سيجما سكوير A 291.7 شهر تربيع و سيجما سكوير B 41.7 شهر تربيع كيف أفسر سيجما سكوير B مثل ما هلأ فسرنا لأي معدل مربع المشاهدات في المجتمع B عن وسطهم الحساب معدل مربع بعد المشاهدات معدل مربع بعد المشاهدات عن وسطهم الحساب بساوي 41.7 هلأ في بعض المراجع عشان ما تزيد عدد الكلمات اختصارا شو بحكه بدل ما يحكي لمعدل مربع بروح يحكي لمعدل بعد المشاهدات عن وسطها الحساب التنتين صحيحات فإذا أنا ممكن تجاوزاً أسقط كلمة مربع في التفسير وأحكي معدل بعد المشاهدات يعني هدول المشاهدات بالمعدل أعداد ببعده عن الوسط الحسابة هاي الكمية وفيه كمان مراجعة شو بتحكي لنا بتفسير الفيريانس مش إحنا قاعدين من إيس بعد المشاهد عن وسطها في المراجعة تانية شو بتحكي لك معدل بعد المشاهدات عن بعضها البعض أو عن وسطها الحسابة بساوي هاي الكمية جميع التفسيرات صحيحة إحنا بنختار اللي بناسبنا اللي أريح بالنسبة إلنا استيعابه وفهمه بنشتغل عليه طب أنا شو استفدت من هذا الحكي بستخدمه عشان أقارن بين المجموعتين براند A وبراند B هلأ لما حكيت لكم أنا ميو بساوي 35 للمجتمعين والبعد المربع مرة كان 291.7 ومرة 41.7 شو بفهم صحيح المشاهدات أغلبها متجمع عند 35 في المجتمعين ولكن بما إنه الفيريانس للمجتمع B أصغر فإذن المشاهدات في المجتمع B متقاربة بشكل أكبر هنا الفيريانس في المجتمع A كان كبير شو بستوعب لما الفيريانس يكون كبير؟ يعني المشاهدات بعيدة عن بعضها البعض والمشاهدات متباعدة عن وسطها الحسابة المشاهدات لما تكون بعيدة عن بعضها أو عن وسطها الحسابة بتكون فيها اختلاف بشكل كبير وهذا الإشي إحنا لاحظناه وين؟ في المجموعة A تفرجوا على المجموعة A كان فيه اختلاف في قيم المشاهدات يعني فيه فرق كبير بين مرة عشرة ومرة ستين بينما في المجموعة B المشاهدات مالها متشابهة متقاربة بشكل أكبر قيمها قريبة من بعضها البعض هاي الخلاصة وصلنا لها فقط لما شفنا قيمة الفيريانس سامبل الفيريانس شرحناه مني شوي خلينا نشتغل أكزامبل خمسة The data shows the number of patients in a sample of six hospitals who acquired an infection while hospitalized Find the variants هاي البيانات شرحناها سابقا عن عدد المرضى اللي أصيبوا بالعدوى خلال إقامتهم في المستشفى بيحكي لي أحسب لي الفيريانس ننتبه في السؤال شو كان كاتب لنا البيانات اللي عندك بتمثلك عينة من ست مستشفيات فبالتالي الفيريانس اللي بدنا نحسبه هو sample variance أي التباين للعينة بالرموز S square مجموع X minus بعد المشاهدة بعد مربع المشاهدة عن وسطها شو الوسط الحساب للعينة X bar وهي تربيع المرضى البعد على تفقنا N ناقص واحد فإذن هون N كانت ستة هلأ في المقام في القانون حق سمع خمسة نحسب S square بتساوي المشاهدة الأولى 110 ناقص سابقا إحنا حسبناه المين المين لهاي العينة كان بيساوي 65 فإذن 110 ناقص 65 تربيع زائد 76 ناقص 65 تربيع لعند آخر مشاهدة اللي هي 32 ناقص 65 لكل تربيع كله على 6 ناقص واحد إذا عملنا الـ Calculations هاي حتلاقوا إنه الـ Various أنا شو بيساوي 1372 Infections إصابة بس مالها مربعة التربيع أجع من القانون نقدر نفسر هذا التربية يعني على الـ Application في التطبيق إليه تفسير ما بقدر أفسر بس أنا عارف من وين أجاني من القانون هلأ مرات كتير حجم البيانات اللي عنا بيكون كبير أكتر من هيك بكتير فبالتالي القانون هذا اللي استخدمناه ممكن يغلبنا في الـ Calculations فبنحب إننا نستخدم قوانين تانية تسهل علينا الشغل مثل شو Shortcuts أو Shortcut Formulas هدول Shortcut Formulas هم الصيغ مساوية ومكافئة للصيغة اللي تعرفنا عليها من شوي فهونا منقدر نحكي Summation X minus X par تربيع على النقص واحد هي نفسها بتساوي Summation المشاهدة تربيع نقص عدد المشاهدات في العين في X par تربيع على النقص واحد وكمان بتساوي عدد المشاهدات في مجموع المشاهدات المربعة ناقص مربع مجموع المشاهدات على عدد المشاهدات في الدجريز وفريدم يعني في عدد المشاهدات ناقص واحد جميع هاي القوانين أي واحد بستخدمه أنا فعليا عمالي بحسب S square طب يا دكتور هدول بلزم نحفظهم فعليا هدول إذا حفظتهم أنت بسهل عليك حل أسئلة كتير يعني في أسئلة من السهل أنك تطبق هذا القانون الأول بينما في أسئلة تانية من الأنسب أن نستخدم القانون التاني مش غلط أن نستخدم القانون لا صحيح نتطبق أي قانون بس أسهلنا في الحل وأسرع لنا مثلا أن نطبق القانون التاني الآن زي ما أنتوا شايفين وأنا أكتب قرأت مجموع المشاهدات المربعة يعني مجموع مربع المشاهدات وحكيت كمان مربع مجموع المشاهدات أقرأها تاني مرة مجموع مربع المشاهدات بقرأ من بره لجوه وتاني واحد قرأتها مربع مجموع المشاهدات هدول التنتين على الأكيد أنتم عارفين أنهم غير متساويات أول واحد أنا كنت مربع كل مشاهد من المشاهدات ورحت جمعتهم وهم مربعين بس تاني واحد لا أنا رحت جمعت لك كل المشاهدات وبعد ما جمعت رحت تربعت المجموع example 6 بحكي لنا حسب لي الvariance للعين التالي يعني بدو إياك تحسب لي sample variance s square هلأ صرتوا ما أخذين ثلاث قوانين بإمكانكم تشتغلوا على اللي أسهل واللي أنسب لقلكم خلينا نشوف إحنا المشاهدات اللي عنا جميع الأحوال إحنا بلزمنا أو بإمكاننا نبلش أول إشي بحساب x-par إذا بدنا نستغل على القانون الأول أو القانون التاني إذا ما بدنا نحسب x-par بإمكاننا نروح نشتغل على القانون الثالث القانون الثالث ما بلزموه إنك طلع x-par بداية فهنا في الحل شو حكى لك خلينا نشتغل على القانون الثالث أول إشي أوجد لي مجموعة المشاهدات تفرج بس عشان أفرجيكم ليش يشتغل هيك أوجد مجموعة المشاهدات summation x لحتى كمان شوية يربع في القانون وبعدها راح أوجد لك مجموعة مربع المشاهدات عشان يعوضوا في القانون فبعدها على القانون أجا حكى لك s-square اللي هي n في summation x-tarbi طبعا إذا منتبهين هاي بصتها يعني ما بعرف إذا استوعبت القانون المكتوب هون هون اللي حاطتلكم إياه عشان ماتته لما تيجوا تدرسوا وفعليا حطتلك summation x-tarbi ناقص 75 وستة تربيع اللي هي summation x الكل تربيع على n وبعدها قسم على n ناقص 1 من وين جاب لي هاد هذا فعليا هو نفسه هون بس طلع n عامل مشترك يعني هون لو طلعت أنا n من البست هيضل معي خلينا أكتبها لفوق أوسع لو أخدت n من البست هيضل معي summation x-tarbi ناقص summation x الكل تربيع على n ومن المقام لما أطلع n في عندي n ناقص واحد فn مع n بتشطب بتمعي هذا الجزء اللي هو summation x-tarbi هينزلها ناقص summation أو تربيع summation x على n وكله قسم على n ناقص واحد هل أنتم ملزمين تشتغلوا هذا القانون أكيد لا بإمكانك تشتغل القانون التاني مثلا هو طلع لك summation x-tarbi بعوضها هاي تسعمية وتمانية وخمسين فاصلة تسعة أربعة ناقص n احنا عارفين إنها ستة x-tar x-tar متعلمين إنها summation x على n وصميشن x طلعها خمسة وسبعين فاصلة ستة على n يعني على ستة فإذن ناقص ستة في خمسة وسبعين فاصلة ستة على ستة الكل تربيع ما هي n x-tarbi وقسم بعدها ايه على n ناقص واحد يعني على خمسة أي قانون أنت بتستسهل تشتغل عليه بإمكانك تطبق مباشرة طيب المجر اللي بعده بعنوان الانحراف المعياري standard deviation وهو extension من المجر التاني هو عبارة عن جزء أو امتداد من المجر التاني شو أصدف امتداد هنا لما أجينا حسبنا الvariance مثلا في اجزامبل خمسة طلعنا الرقم اللي بيمثلي الvariance والوحدة الوحدة كانت مالها امرضعة افهمنا من وين أجت الوحدة بس ما قدرنا نفسر معناها وفعليا القانون هذا لما صار يربيعلي الوحدات صار يعطيني معاني مغالطة شو أصدف معاني مغالطة مثلا كان ماي أنا بيانات بتمثلي أطوال بالسنتيمتر لما حسبت الvariance للمشاهدات اللي هي بوحدة السنتيمتر الvariance شو هيطلع وحدته شو الوحدة حتكون آه شباب وصبايا شو الوحدة حتطلع للvariance حتى يساعدني أعيد السؤال تاني مرة أنا عندي في example heights بالسنتيمتر يعني المشاهدات أنا أعيث ها بالسنتيمتر هاي المشاهدات لما أحسب لها الvariance حيطلع معي رقم والوحدة شو هي الوحدة هون سنتيمتر تربيع سنتيمتر بكعب مربع تربيع ممتاز تربيع فإذا أنت كان عندك مشاهدات بالسنتيمتر لما حسبت الvariance يعني لما أنت رحت تشوف لهاي المشاهدات كيف بتبعد عن بعضها البعض أو عن وصفها الحسابة أعطيتني وحدة جديدة اللي هي سنتيمتر تربيع سنتيمتر تربيع وحدة شو مساحة يعني أنت كنت تتعامل مع أطوال صورت تفسرلي بالمساحة هذا الشيء غير قابل للتفسير يعني ما بقدر أفسره بشكل عملي فعشان هيك عشان نخلص من وحدة التربيع اللي هي سببت لمشكلة هاي المشكلة الأولى المشكلة التانية لو دققنا شوي في الرقم اللي طلع معنا 1372 المشاهدات كانت بالعشرات وبالمئات معدل البعد هالمنطقي يكون بالآلاف احتفهمتو هذا الرقم شو معناه هذا معناه إنه بالمعدل كل المشاهدة من هدول المشاهدات بتبعد عن الوسط الحسابي 65 كم بتبعد بالآلاف هل هذا الحكي منطقي يعني المية وعشرة بتبعد عن 65 بالآلاف لا 76 تبعد عن 65 بالآلاف كمان لا المية وخمسة كمان لا طب من وين أجاني هذا الرقم هذا الرقم هو تربيع البعد فعليا هذا مش البعد هذا تربيع البعد مش في القانون إحنا هون ربعنا البسط فإشي منطقي إنه الرقم يطلع معي كتير كبير طيب هاي الأشياء الرقم الكبير كتير اللي ما بيعكس للبعد الحقيقي والوحدة المربعة اللي هي ما بتشابه الوحدة الأصلية كيف بدنا نخلص منهم هدول المشاكل حكالك رح لي على مجر جديد على مقياس جديد يحللنا هذه المشاكل شو هو هذا المقياس الانحراف المعياري standard deviation standard deviation رح يحللنا مشكلة الـ variance للسامبل بنرمز له S هاي سامبل standard deviation رمز لها S ولل population رح نرمز له sigma طيب شو بيساوي هاد الـ population standard deviation هو نفسه جذر الـ population variance والسامبل standard deviation S حيساوي وهو نفسه جذر الـ sample variance يعني بعد ما تحسب للـ variance بس خد للجذر بهاي الطريقة انت تخلصت من الوحدة المربعة والرقم الكبير اللي طلع معك انت صغرته ورجعته لطبيعة المشاهدات هيك اخلصنا من المشكلتين اللي كانوا مغلباتنا فيه المقياس التاني فهونا بيحكي لك المثال تبع البينتس متذكرين كان في عنا لبراند A 291 ولبراند B 41 لما حسبنا الـ sample standard deviation تفرجش الرقم اللي طلع معي 17.1 ولبراند B 6.5 مش هاي الارقام منطقية اكتر للداتا الاصلية اللي كانت معي هون وين راحت هايها البينتس مش الارقام اللي طلعت معي من الـ standard deviation اقرب ومنطقية للداتا الاصلية اللي في براند A وبراند B فعليا منطقية اكتر وكمان الوحدة اللي اذا انتبهنا شو طلعت معنا هلأ بالشهور وهي نفس وحدة البيانات الاصلية اكزامبل تماني معطينا جدول frequency distribution table وبحكيلك احسب لي الstandard deviation طريقة حساب الstandard deviation هي فقط من خلال حساب الvariance يعني احنا مشبرين بداية نحسب الvariance وبعدها نروح ناخد الجذر طب الvariance شو كان قانونه S square اسهل قانون summation X نائس X par الكل تربيع على N نائس واحد اذا بدك قانون تاني كمان سهل summation X تربيع نائس N X par تربيع على N نائس واحد في الجهتين بدنا نحسب X par فإذا احنا بداية بدنا نشتغل على X par X par قانونها مجموع X في F على N مش في الجدول صرنا نكتب القانون هيك لX par الجدول اللي معي الage بيمثل الrandom variable يعني X الfrequency هي F مباشرة انا بروح بضيف من عندي عمود X F ليه مش بدنا نطلق X par X par بدك تجمع X وهي مضروبة في F فبضرب لكل قيمة من قيم X بضربها في تكرارات 18 في 2 و19 في 6 لعن 23 في 1 بجمعهم هدول summation X F هجمعهم وأقسم على N N في الجدول اللي هي مجموعة تكرارات 25 20 بطلع معي X par هيك جهزت جزء من البسط شو بضل بدي كمان summation X تربيع طيب يا جماعة summation X تربيع بس بدي امحا او ما بدي امحا خليهون summation X تربيع عشان نطلعوا من الجدول شو لازم نعمل 18 مكرر مرتين يعني احكي 18 تربيع زائد 18 تربيع زائد 19 مكرر 6 مرات يعني 19 تربيع زائد 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 19 تربيع وبدأ أشتغل بنفس الطريقة لكل المشاهدات يعني كل المشاهدة كل قيمة من قيم X بدنا ناخدها مربع بعد التكراراتها هل هذا الحكي براكتك العملي؟ أكيد لا طب شو بعمل في الجداول؟ القانون S-square اللي كتبناه من شوي في الجدول بنضيف له لفريكوانسي فبصير Summation X تربيع في الفريكوانسي ناقص N X-bar تربيع على N ناقص واحد بحيث أنه N حتساوي مجموعة التكرارات في الجدول X-bar حتساوي مجموعة المشاهدات المضروبة في الفريكوانسي على N احنا لحد هون طلعنا X-bar شو بلزم نطلع كمان في البسط Summation X تربيع F فراح ضاف لك إياها على الجدول ضاف لك X تربيع F ربع كل المشاهدة 18 تربيع في 2 19 تربيع في 6 20 تربيع في 9 لحد 23 تربيع في 1 عشان يجيب البسط كاملة راح جمع لي إياهم جمع لي هذا الكولوم المجموع 10 159 فبالتالي بعد ما جهزنا الجدول بهذه الطريقة بطبقه في القانون اللي كتبته هلأ S-square بتساوي Summation X تربيع F ناقص هذا القانون مش مكتوب عندكم في السمري اكتبوه Summation X تربيع F أعضحها كمان ناقص N X بار تربيع على الناقص 1 فهي بتساوي طلعنا Summation X تربيع F اللي هي 10 159 ناقص N اللي هي 25 في X بار حكيت لكم X بار كيف جابها X بار أول شي ضرب X في F اللي هي 36 لعند 23 مجموعهم أوكي أقسم المجموع على 25 بطلع معها X بار حيساوي 20.12 وحلينا في example سابق ارجعوا ل المين بيكون عندنا هذا المثال بتشوف كيف حلينا X بار في الجدول 20.12 حكينا X بار تربيع على النائس واحد يعني 25 نائس واحد اشتغلنا بهذه الطريقة حيطلع معنا X سكوير شو بيساوي 1.61 سنة تربيع كيف فسرنا هذا الرقم معدل مربع بعد المشاهدات عن وسطها الحسابي يعني معدل مربع بعد الأعمار عن الوسط الحسابي للأعمار بساوي 1.61 سنة تربيع اللي طالبه في السؤال نحسب للساندر ديفياشن إذن هو طالب S مش S تربيع فS بتساوي جذر الواحد فاصلة 61 تربيع اللي هي بتطلب معكم 1.27 سنة كيف بفسر الرقم الجديد معدل بعد المشاهدات يعني معدل بعد الأعمار عن الوسط الحسابي 1.27 يعني أي قيمة حاخدها يعني لو حكالي معدل الأعمار 20.12 ركزوا الله يرى عليكم كيف بفسر الرقم هذا الرقم 1.27 كيف بدي أفسره يعني لو حكالي المعدل بساوي 20.12 وS بتساوي 1.27 شو بفهم بفهم إنه لو عندي أعمار تانية لو في أي شخص في العين حتطلع أنت وتحكيلي شو عمره هاد ححكيلك عمره بالمعدل حيكون حوالين 20.12 زائد ناقص يعني حيبعده سنة ونص لسنتين فإذن ناقصت مرة سنة ونص لسنتين وجماعة مرة لفوق سنة ونص لسنتين فبطلع عندي أي شخص في العينة حيكون عمره حوالين العشرين وفاصل الاثناش يعني بين الثمانتاش والتنين وعشرين أوكي إجزامبل ناين حاكي لنا معطيني مجموعة مشاهدات هايها قدامكم تحتوي خمس مشاهدات وبحكي لكم الوسط الحسابي والتباين لهاي المشاهدات بساوه تساطاش وستاش ونص يعني التساطاش هي إكس بار والستاش ونص هي الفيريانس الس سكوير واضح لحد هون بعدها بحكي لي if each value is increased by three units find the new mean and variance على فرض انه هاي المشاهدات هي علامات الطلاب في الميت تيرم كان عندي خمس طلاب او اخدت خمس طلاب تعيني واشفت شو علاماتهم بعد ما شفت العلامات هيك حكيت شو معناها هاي الجملة ايه كل طالب من الطلاب بدي ازيده ثلاث علامات هاي معنى each value is increased by three units يعني اللي جاب 25 هيصير 28 اللي جاب 15 هيصير 18 and so on شو المطلوب مننا نحسب المين والفيريانس هاي المطلوب هذا السؤال تحت اي عنوان بندرج شو كان عنوانه هادو السؤال حلينا مثله في البروبلمز ذكروني شو كان عنوان السؤال هاد ها يا جماعة هاد اخذنا في البروبلمز شبيه الو وحطينا عندو العنوان transformation التحويل والتعديل على المشاهدات شو القصد منهم انتبهوا على اللي تكتبوا عشان تكونوا فاهمينه المشاهدات الاصلية رمزتلها بإكس هاي اكس original data هاي الوريجينال data انا عدلت عليها ضربت كل المشاهدة بالرقم A وجمعت او طرحت B حيطلع معي Y Y هي الموديفايد data شو أصدق بالرموز هدول كان معطيني X بتساوي 25 15 18 18 21 16 X حكالي بدي أجمع عليها ثلاث فY المشاهدات الجديدة هي X زائد ثلاث شو بتصير Y 28 20 21 24 19 هاي هي الموديفايد data انا هيك عملت transformation للمشاهدات حولتها في السؤال بحكي لنا بعد ما تحول المشاهدات بهاي الطريقة احسب لنا الوسط الحسابي واحسب لنا التباين للمشاهدات الجديدة وانتبه انا كنت معطيك الوسط الحسابي والتباين للمشاهدات القديمة فاذا هو انا شو بدنا نكتب عند X par وعند S square هدول المين and various for original data للمشاهدات الاصلية اللي هي رمزنا لها بالX هون اللي مطلوب منا نحسب وبالديانة نحسب الnew mean والvariance ل المodified data اللي رمزنا لها احنا بالY هلأ اذا كنتم تباين معي لما اشتغلنا في الproblems السابقات واجيت على موضوع الترانسفورميشن شو حكيت لكم مقاييس المركزية جميعها تتأثر بجميع العمليات الحسابية يعني كيف ما بعدل على المشاهدات مقاييس المركزية رح اعدل عليها انا المشاهدات في هذا المثال كيف عدلت عليها اي فرق اي المشاهدات الاصلية اكس عدلت عليها باني جمعت الها ثلاث مقاييس المركزية مثل المين مش انت طالب مني احسب لك النيو مين يعني دكياني احسب لك واي بار مقاييس المركزية حكيت لكم حتتأثر بنفس الطريقة اللي تأثرت فيها المشاهدات يعني هيصير اكس بار زائد ثلاث فبالتالي واي بار هيكون تساتاش زائد ثلاث اللي هو تينين وعشرين هذا هون ميو مين طيب الفيريانس كيف بتأثر هاي ملاحظة ما كتبت لكم اياها التبايل يتأثر فقط بالضرب والقسمة كمان مرة التبايل يتأثر فقط بالضرب والقسمة المين كان يتأثر بيه جمع طرح ضرب قسمة الفيريانس لا ما بيأثروا فيه الجمع والطرح اللي بيأثروا فيه بس هم الضرب والقسمة تعالي نفكر فيها مع بعض انتو شعبتكم كان معدل علاماتها خمستاش حكيت لكم كل طالب فيكم رح ازيد له ثلاث علامات شو بيصير الوسط الحسابي بيصير خمستاش زائد ثلاث ثمانتاش هنا احنا حققنا نيومين طب الفيريانس كيف بدنا نفسره فرضا اطلع الاسماء فيها انا دانيا وفيها انا جنة دانيا جابت في الامتحان سبعتاش دانيا جابت في الامتحان سبعتاش جنة جابت في الامتحان تسعتاش لما زدت انا كم كان البعد بيناتكم بين دانيا وجنة البعد كان علامتين لما زدت كل واحدة فيكم ثلاث علامات صارت دانيا علامتها عشرين وجنة علامتها تنين وعشرين البعد بين علاماتهم شو كان ضلوا متل ما هو علامتين المشاهدات كيف ما بجمع عليها وبطرح ما رح يأثر على البعد لانه البعد حيضله ثابت عن جميع المشاهدات اوكي فعشان هيك الفيريانس ما بتأثر لا بالضرب ولا بالقسمة طب هنا في السؤال شو هيصير الفيريانس كياتلكم الفيريانس عفوا الوفيريانس ما بتأثر لا بالجمع ولا بالطرح حيتأثر بالضرب والقسمة طب كيف بيأثروا فيه الضرب والقسمة تفرجوا اس سكوير واي هاي النيو فيريانس اس سكوير واي حيساوي الفيريانس السابق متل ما هو مضروب بالثابت اي مربع مش انت هو انا حكيت اللي المشاهدات ضربناها لحتى طلعنا واي ضربنا اكس في المشاهدة اي نفسها اي اللي كنا ضربين فيها اكس حنضرب فيها الفيريانس القديم بس وهي مربعة اي تربيع هاي الملاحظات مش مكتوبة في السمري فرجاء نكتبوها عندكم طيب في المثال هون واي كانت اكس زائد ثلاث واي بار طلعناها اكس بار زائد ثلاث اللي هي تسعتاش زائد ثلاث اثنين وعشرين بينما اس سكوير واي هتساوي الفيريانس السابق اي انا ايش ضربت المشاهدات من هون ايش بتساوي اكس في ايش مضروبة اكس مش مضروبة غير في واحد فاذا واحد تربيع اللي هي اس سكوير اكس فبالتالي النيو فيريانس بساوي ستاش ونص عشان نتأكد انكم فاهمين او لا تعال نحل بارت بي بحكي لكم كل مشاهدة يعني كل مشاهدة من الاكس مالتبلايد باي تو ضربناها في اتنين يعني المشاهدات الجديدة هتساوي اكس مضروبة في اتنين مطلوب بنا نحسب المين والفيريانس واي بار اللي هو نيو مين بساوي المين القديم حنعدل عليه زي ما عدلنا المشاهدات تنين اكس بار فبساوي تنين في تساطاش تماني وثلاثين نيو فيريانس اللي هو اس سكوير واي شو بساوي الفيريانس القديم بتطلع التعديل السابق كيف كان جميعوا طرح ولا ضربوا كسمه هو فعليا ضرب الضرب بيأثر في مقاييس التشتت بيأثر في الفيريانس فإذا بحكي اه حيتأثر في تنين تربية اللي هي 4S سكوير X اللي هي حتساوي 4 في 16 ونص أوكي بتطلع معكم 66 فالفيريانس جديد بتطلع 66 الطلاب في الامتحانات وين بيخربطوه الطلاب بيفكروا انه الفيريانس بتأثر بجميع العمليات الحسابية فمثلا في الامتحانات بكون جايب لهم هنا بارتسي ضيف عندكم if each value is multiplied by 2 and increased by 3 find the new mean العزة الله لها الكهار and the new various آية رؤى تفضلي دكتور متأسف على المقاطعة بديش أقاطعك بس إحنا كمان تساعدك هاي كان امتحان بنفع نطلع آه خلصيني بس دخلصها على السريع نص دقيقة وك يا رؤى شكرا لا عفو بحكي لكم كل مشاهدة من المشاهدات أنا ضربتها في 2 وجمعت لها 3 يعني هاي المشاهدات الجديد y لو حكيت لكم حسب المين يعني بدي y bar بتطلع y المشاهدة تأثرت بالضرب والقسمة والجمع والطرح فهتصير 2 x bar زائد 3 بينما s square y الطلاب شوفوا في الامتحان بروح بحطولي 2 تربيع x bar زائد 3 ليش جمعت الجمع ما فيه إلو داعي الجمع ما بيأثر في الvariance بس بتحكي 4 x bar يعني هون هتساوي 2 تربيع x bar اللي هي 4 x bar أو عفوا 4 s square رؤى لخمتني خلتني أستعجل 4 s square x فهي 4 2 تربيع s square x يعني 4 s square x لحد هون منكون خلصنا الموضوع اللي بناشتل في اليوم اللي هو الفيرياز الله يعطيكم العافية متأسف لتأخيركم مشكورين كتير